زي ما كنا نتكلم مع وزير الآثار والسياحة مبارح الدكتور خادل عناني النهاردة بالفعل كانت بتوصل أول دفعة من السياحة في مصر أول طيارة أيبول طارت سياحة خارجية توصل لمطار الغرداء بعد توقف أسابيع وشهور الطيارة دي كانت جاية من أوكرانيا عليها 165 سايح طبعا 165 سايح دول تم استقبالهم استقبال الـ VIP يعني تم استقبالهم من الناس حتى تلاقيه ما كانتش متوقع للترحيب ده كله وكان المطار طبعا كل التجارب اللي شفنا قبل كده كل التجارب شفنا قبل كده محافظ البحر الأحمر اللي هو عمر حنف يشوفنا وزير السيحة والأثار الدكتور خادل عناني من عشر تيام تقريبا أو أسبوعين بكتير أتصور لما كانوا بيراجعوا الترتيبات الخاصة بالمطار ارتبط بتطهير الشرط كيفية استلامها الناس لابسة طبعا الكمامات المختلفة الدخول والخروج المراحل المختلفة من أول وصولهم لغاية تسكنهم في الفندوق دي أول تجربة عملي بيتم التعاون معاها نتمنى إن شاء الله أنه يبقى أول الغيث قطرة للسياحة مرة تاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر